صوت المعركة لم يخفت بعد في هذا الفضاء الواسع من المواجهات على تقوم صنعاء الشمالية هنا يتقدم الجيش دون توقف في مسعى لاستكمال هدفه في تطويق العاصمة تجاوز الجيش الوطني جبل المنارة والضبوع في نهم وها هو يخوض المعارك مع الميليشيا الانقلابية في أرحب لم يعد يفصله عن مفرق أرحب كلية التربية إلا بضعة كيلو بنترات فقط وهي مواقع لا تبتعد كثيرا عن مطار صنعاء الدول يحمل هؤلاء المقاتلون أسلحتهم ويمضون قدما وسط تراجع كبير للانقلابيين ومقاتليهم وقناصاتهم ومع كل معركة يفقد مقاتل والميليشيا الملاذات الآمنة والمواقع الحصينة وتقل قدرتهم على التصدي وعرقال التقدم الجيش الوطني هذه يا أرحب بتبابها البركانية الشهيرة في مرمى البندقية والتقدم نحوها بات اليوم أسهل من أي وقت مضى بين هذا الأمل ولحظة تحقيقه لا تزال تقف على قارعة الطريق هذه الألغام التي زرع منها الانقلابيون المئات والآلاف وتفننوا في تمويهها لكن الجيش خبر هذا النوع من الألغام والكماء وزادت خبرته في التعامل مع تقنية الموت هذه التي استجلبها الانقلابيون من طهران أيام فقط تفصل الجيش عن معركة الحسم التي ستضع حدا للانقلاب ولهذه المرحلة التي وصمها هؤلاء بالسواد وأفرغوا فيها كل أحقاد التاريخ التي تكونت على خلفية مساعهم الخائبة نحو الاستحواذ على السلطة والثروة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة